وأول سؤال عندنا ووصل لنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا واحدة متجوزة وحصلت مشاكل يعني مشاكل بينها وبين زوجها زوجي واخد مني طفلي ما شفتوش ليه 8 شهر وصل الحال إلى الطلاق أنا رفضت أني أتطلق من زوجي واتصلت بيه علشان أرجع وهو رافض تماما مع العلم أني استحملت كل اللي حصل منه بس قلت أرجع علشان طفلي وهو يمكن يتغير ووصل إلى حل المحاكم هل أنا علي ذنب أني طلبت بحقوق الشرعية طبعا هو السؤال كده سؤال كده وكأنه يبدو أنه هو مباشر بس هو السؤال مش مباشر في الحقيقة إنه هو السؤال هو أنا كده غلطانا أن أنت طلبت بحقوق الشرعية أي حد في الدنيا يقول لها أكيد مش غلطانا أن أنت طلبت بحقوق الشرعية بس الحالة اللي قدامي دي دي حالة خلاف زواجي حالة مشكلة زواجية في الحالة دي إحنا ما بنفتيش حد على اللي بيقوله لازم نسمع من الطرفين لازم نسمع من الطرفين لكن اللي بيلا شك إنه لو حد منع حد حقوقه أكيد هو ظالم لي والظلم ظلماته نيوم القيام فلو كنت أنت المسألة كما تصوريها اللي هي أيه كما تصوريها إن أنت اتظلمتي وتمنعت من تفلك وإن أنت تمن تشعر وإن أنت في الحقيقة كمان مطروضة ومبعدة وفي محاكم بسوق في الغالب المحاكم دي هيدخل بيك المحاكم أكيد يعني شوفوا العبارة بتقول إيه والأمر وصل الحل للمحاكم أو كلمة وصل الحل للمحاكم دي ما تنفعش تعدي على حد مهتم بالخلافات الزواجية والإرشاد الزواجي ولا ينفع تعدي كمان في الفتو وصل الحل للمحاكم يعني وصل الحل للمحاكم من طرفنا احنا الاتنين إذن المشكلة دلوقتي مش مشكلة من طرف زوجك بس أنت كمان طرف فيها ولزايك أنت بتسأليني السؤال اللي كان أهم إحنا نعمل إيه لأن حضرك قلت في وسط السؤال أن أنت كنت حريصة على أن الحياة الزوجية تفضل عشان ابنك فالسؤال الطبيعي السؤال الصحيح السؤال الجيد السؤال المحترم بيقول إيه إزاي أقدر أحافظ على أسرتي أول حاجة ببساطة خالص أن كل واحد يبدي من الطرفين أو حضرتك تبدي أن أنت عايزة تغيري مكان مش عايزة تبقي على الأسرة في بعض الأحيان وإحنا بنقول لأزواجنا أو بنقول كده في حالات الخلافات الزوجية أنا عايز أنا عايز أعيش عشان عشان ابني أو عشان الأسرة الشركة الحياة بحسة أنه ملوش أهمية أنا موجود بس عشان إيه يعني أنا موجود معاك في هذه العلاقة الزوجية بس عشان الإبن لكن أنا ولا ليه أهمية في الجواز ده فيحس إيه إنه هو محتاج إنه هو يرد كرامته لأنه حاجة لها أهمية لها قيمة لأنه عنده حق إن الجواز ده أصلا معمولة عشان علاقة ما بين الزوجين والأولاد بيجوا تابعاً لهذه العلاقة طيب فأنت بتنصح بإيه سؤال واضح حاجة واضحة ولطيفة خالص قبل ما نوصل لحد الطلاق عن طريق المحكمة لو سمحتوا شرفونا في مركز الإرشاد الزوجي في ضرير الإفتاء المصرية مسألة سهلة أنتو مش قادرين تحلوا مشاكلكم روحوا للخبر حتى لو إن الإرشاد ما نفعش نحتاج لعلاج زواجي لو إحنا فعلا حارسين الحارس يا سيدة بيبان في السلوك لو أنا حريص هابزل كل ما في إيدي عشان أحافظ على البيت ده أنت حضرتنا إن زوج حضرتك متعنت معاك ومش عايز يصلح الأمر ده طيب قول له تعالى بقى نروح للخبر عسى أن ده يساعدنا إن إحنا نخرج من أزمتنا ويكون ده هو الحل أنت بتقولي لو أنت الظلمت وإتمنعت من حقوقك وإنت طلبت من حقوقك لأن هي بتقول إيه هل أنا عليها زم بإني طلبت بحقوقي زم أن هي طلبت بحقوقها يعني رفعت قضية ما هو لما هو هيعمل كده فرح ترفع عليه قضية وطبعا في وسط القضية ممكن يجي بقى محامين ممكن يساعدوا وحد يقول حد على السوشيال ميديا يقول نصيحة حد من الأقارب يكون عنده حالة سلبية من الجواز فإن اللي يحصل فتسوق الحالة فتعالوا نروح لحد حكيم ولذلك هو ده الحال تعالوا نروح لحكماء يتعاملوا مع قضية الزوجية ودي نصحت اللي بنصحك لو أنت فعلا كنت ممنوعة الحق مش هيب عليك زنب أن أنت مناعة حق لأن أنت تسترديه بالوسائل السرائية خاصة لو كان في سيادة القانون لكنها تبقى مشكلة لو أنك أنت مش واثقة أن أنت عندك حق وأنت حاسة أن أنت شاركتي في هذه الأسمة لذلك اتفضلوا عندنا وتعالوا نتكلم عشان نقدر نحل المسألة دي ترجمة نانسي قنقر